السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي مطبخ توتي لو اول مرة بتزوريني اشتركي في القناة فعلي زر الجرس على كلمة الكل يصل الكل جديد اول باول ولايك وشير هنعمل النهاردة مع بعض شريك الافران هو بسكوت بالسمسم كده بطريقة جميلة هنعمله مع بعض خطواته سهلة انا تكتو جميلة جدا زي الجاهز بالزبط زي ما انت شايفة كده آآ طعمه حلوة قوي وهش وخفيف ومقرمش جميل قوي هتفرح بنفسك لما تعمليه لانه هيطلع زي الجاهز بالزبط واحلى طبعا لان انت اللي عاملها باديك ومقادير اقتصادية وموجودة في كل بيت مش هتحتاج تشتري حاجة غالية ولا حاجة جربيه بطريقتي وان شاء الله هيعجبك يلا نبتدي بالمقدير انا عندي كبايتين دقيق وبيضة عليها فانيليا وربع كباية مية نص كباية سمنة وزيت او زبدة وزيت زي ما تحبي تلات معالق كبار سكر زرة ملح ومعلقة صغيرة بكينجبادر هي دي كل المقدير اللي عندي يلا بقى نبتدي بالخطوات عشان تعرفي العجن ازاي والتشكيل ازاي سهل جدا مش هياخد وقت منك وانت بتحضرين انا ضفت السكر في البولة اللي هعجن فيها وهضيف عليها السمنة والزيت يكون بحرارة الغرفة طبعا الزبدة والزيت او السمنة والزيت عشان يبقى سهل عليك في الضرب لما تضربين مضرب البيض انت ممكن تعجيني باديكي بس انا بستسهل يعني تعجيني باديكي كل الخطوات من البداية بس انا بستسهل المضرب بيبقى اسرع بالنسبة لي هخفقهم جدا كويس لحد ما يمتزجوا خالص مع بعض هي اول حاجة هتضيفت حاجتين السكر والسمنة والزيت هخفقهم شوية وبعدين هضيف عليهم البيضة وكده انا وصلت للدرجة اللي انا عايزاها هضيف بقى البيضة واكمل خفق انت اول ما تضيف البيضة وتخفقي هتلاقي المزيج ده واتتقل كده وتكسف وهضيف زرة الملح زرة الملح مهمة جدا في الحلويات لانها بتبرز النكهات اخفقوا كده بقى بنروح بالمضرب البيض لحد ما المكونات دي تمتزج كلها مع بعض ويبقوا حاجة واحدة زي ما انت شايفة كده وصلت القوام كريمي بعد كده انا هضيف المية بس انا مش هضيف المية كلها هضيف جزء منها وخلي جزء للعجن لو احتاجته لان فيه نوع من الدقيق بيشرب السوائل وفيه نوع ما بيشربش السوائل فعشان العجنة ما تتراش مني ويزوي الدقيق والمكونات السمنة والزبدة او السمنة والزيت اللي احنا حطينهم يضيعوا لازم نحاق اضيف المية واحدة واحدة انا هنا خفقت المية مع المكونات اللي فاتت وهبتدي اضيف الدقيق انا هضيف الدقيق بكل دفعة واحدة مش محتاجة ان انا هضيف حبة حبة يعني وهضيف معلقة البيكنج بودر وابتدي بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعض لحد ما تقيق يشرب من السوائل اللي انا خفقتها مع بعض لحد ما وصل لعجينة متماسكة ملساء نعمة سهلة في التشكيل هو هنا المضرب البيت خلاص ما بقاش نافع في العجنة العجينة تقلت فهبتدي اكمل بقى داية انا ضفت معلقة دقيق لان لقيت العجينة طرية شوية وانا بعجن زودت برضو بقية المية وزودت معلقة دقيق كمان لحد ما وصلت الدرجة دي من العجن ستاها ترتاح خمس دقيق وهنبتدي بقى نشكلها مع بعض هتاخذي منها حتة وتفرديها كده صوبع بس تخليه متساوي ما يبقاش في حتة خينة وحتة رفيع اول شكل ما جاش زي ما انا عايزة فانا لفيته من اول وجديد وبرامطة صغرت حتة من العجينة علشان حسيت انها هتبقى كبيرة زي ما انت شايفة كده برامطة صوبع طويل وهبتدي الفها بقى نص دايرة من هنا ودايرة من هنا تديني لشكل دوت بعد نحطتها في السمسم وحطتها في الصنين هاخد كترة عجين تانية وعملها بنفس الشكل هبرمها حد ما تديني صوبع طويل وهبرمها من الجنب دا دايرة ومن الجنب دا دايرة وفي الاخر الدايرة تاني يقفلوا على بعض زي ما انت شايفة كده حاولي تكون تكون مظبوطة عشان تديني شكل لطيف بعد الخبز بعد ما بلفها بحطها في السمسم فبتشيل السمسم معي على طول مش محتاجة بيض ولا حاجة وهكمل بقية العجينة بنفس الشكل هبرمها صوبع طويل بعد نقلب فهم من ناحيتين دايرة ودايرة واقفلهم على بعض واحطها في السمسم وهكذا في بقية العجينة في شكل تاني بقى هنعمله مع بعض الشكل اللي هو السلسلة اللي ما هو الملوي على بعض دا برضو بتاخد حتة العجينة وتفرديها وتلف فيها على بعض وتحطيها في السمسم وهكذا لحد ما بتخلصي بقية العجينة كلها عايزة تعمل العجينة شكل واحد بلاش شكلين زي ما انت عايزة دي حاجة ترجع لك بس انا قلت اديك افكار وانا بشكل العجينة شايفين انا بعمل السلسلة المبرومة ازاي وده شكل التشكيل بتاعنا بعد ما خلصته ادي الدائرتين المقفلين على بعض وادي السلسلة اللي انا برموها هدخلهم الفرن بقى على درجة حرارة مية وستين اه ياخد عشر دقيقة اتناشر دقيقة لحد ما يحمروا من تحت ويحمر الوش كمان ادي له لون دهبي جميل كده عشان يبقى زي اللي انت بتشتري ولما تشيليه يفعل بقى محكمة الغلق عشان ما يرتبش معاك عشان يفضل مقرمش لاخر وحدة بسكوت شايفين بقى الشكل النهائي بتاعه بعد ما خرج من الفرن جميل جدا الشكلين حلوين اللون دهبي جميل طعمه روعة جربيه مش هتخساري حاجة يعملي حاجة لولادك باديكي انت ضمن نظافتها وضمن المكونات اللي انت حطها فيها كمان عايزة كمان اوريكوا واحدة بسكوت لما اقسمها عشان تشوفوا درجة الهشاشة بتاعك بسوء مقرمشة بتتقسم بسهولة شايفين الفراغات اللي جوه البسكوتة هش جدا ناعم قوي شايفين دايب خالص حلو قوي جربيه هي هجيبك هينفع كمان للعشا او للفطار مع شاي بلبن حلو قوي ولادك هيطلبوه منك لو عملته لهم ان شاء الله ودي كانت وصفتي للنهاردة يا رب الوصفة تكون عجبتكو ولو عجبتك الوصفة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصل الكل جديد اول باول ولايك وشير عايزة كنتوصلوا الفيديو ده الاعلى عدد من اللايكات اعرفوا صحابكو حبيبكو بقناتي وخليهم يشتركوا ده حاجبكم قوي بقاكم في وصفة جديدة